كالعادة سامسونج بتحاول تخطف الأسواق والأضواء عن طريق أنها توفر أجهزة بمواصفات ممتازة جدا بسعر منافس جالاكسي A51 هو الأخ الأكبر والمطور من جالاكسي A50 بمواصفات مميزة جدا وسعر منافس هل أنتكلم عن مواصفاته مميزاته وعيوبه وسعره تابعوني لآخر الفيديو دي المواضيع اللي هنتكلم عنها في الفيديو سعر الجهاز وفتح صندوق الجهاز وتصميم الجهاز والمواصفات اللي ميزته عن غيره وتفاصيل التفاصيل قبل ما ندخل في الموضوع لو ما كنتش بتستعمل برامج VPN أو لو أصلا ما تعرفش إيه هي برامج VPN أنا عامل حلقة مطولة عن شرح VPN واستخداماته الغير مألوفة هسيب لكم الرابط في الوصف وهسيب لك رابط لأفضل برنامج VPN عن تجربة الشخصية أتمنى أنك تجربه بس قبل ما نبدأ نتكلم في العنوين دي دي مراجعتي للأي خمسين اللي هو الأخ الأصغل للجهاز ده لو حابب تشوف المراجعة بتاعة أي خمسين هسيب لكم الرابط زي ما السهم كده بيشاور وهسيبه لكم كمان في الوصف بالنسبة لسعر الجهاز بفئاته المختلفة هسيب لكم كمان السعر ورابط الشراء أونلاين في الوصف لو حابب تشري الجهاز أونلاين هتلاقي الرابط في الوصف طيب بالنسبة لعلبة الجهاز علبة الجهاز بيجي طبعا الجهاز بشكله الرائع على وجهة العلبة وبتيجي فيها البوكس الصغير اللي فيه الكتابات الأساسية زي الدليل المستخدم والكويت جايد واليوزر المانويل وبيجي كمان كفر سيليكون مطاطي علشان يحمي أطراف الجهاز لو سقط منك لا قدر الله دايما بقدر انك تستعمله كمان الشاحن بيجي مع الجهاز شحن سريع بقدرة 15 واط وكابل الشحن من نوع يو اس بي تايب سي وسماعات الرأس الهيت سيت بمنفذ 3.5 ميلي جاك وهي دي كل محتويات العلبة شكل الجهاز مميز جدا بنحناءات خفيفة من الخلف بأربع كاميرات من الخلف وفلاش شبه الاس 11 بالضبط شبه الاس 11 اللي هيعلن عنه في مارس أو فبراير 2019 فده نفس الشكل بالضبط بتاع الاس 11 الجهاز من الخلف من البلاستيك ومن الأمام من الزجاج بالكامل من الأسفل الجهاز بيحتوي على سماعة السبيكر والمايكروفون الأساسي ومنفذ اليو اس بي من النوع تايب سي ومنفذ سماعة الرأس الـ 3.5 ميلي جاك حلوة أو انها موجودة في الجهاز منفذ سماعة الـ 3.5 ميلي جاك لانها باعت مش موجودة في أجهزة كتيرة جدا من الجانب الأيمن الأزرار اللي بتعلق وتخفض الصوت وكمان زرار الباور الأساسي اللي بيفتح ويقفل الجهاز من الجانب الأيصر مدخل السيم كارد وكمان كرت ذاكرة إضافي ده مدخل السيم كارد ومن الأعلى الميكروفون الإضافي بتاع مانع الضوضاء أو الـ أو الـ هنتكلم عنه في الجزء الأخير من الفيديو في تفاصيل التفاصيل من الأمام وجهة الجهاز شاشة بالكامل مفيش فيها غير النوتش الصغير أو كامرة السيلفي الصغيرة اللي بتختفي بين التفاصيل لو بتشوف فيديو أو بتلعب جيمز أو حاجة ده شكل مدخل السيم كارد في الجهاز بيحتوي على مكانين لشريحتين سيم كارد زائد كمان بالإضافة لمكان لكرت ذاكرة من نوع المايكرو اس دي فحلوة أوي إنك ممكن تستعمل شريحتين وكمان كرت ذاكرة إضافي مش النوع التقليدي اللي هو يا إما شريحتين يا إما شريحة وكرت ذاكرة ولكن هنا عندك مكان إنك تشغل التلاتة مع بعض في وقت واحد الجهاز بيجي بعدة ألوان منها ده اللون الأبيض وده اللون الأزرق الفاتح وده اللون الأسود الغامق وآخر اللون هو الأحمر أو البنك وكلهم بيحتوي على لمعة مميزة جدا دي كده كانت كل حاجة بالنسبة للتصميم نيجي بقى لمواصفات الجهاز المميزة جدا شاشة الجهاز سوبر أموليد بمساحة 6.5 إنش هنتكلم عن تفاصيل تفاصيل الشاشة في الجزء الأخير من الفيديو ولكن اللي همنا دلوقتي هو إنه مستشعر البصمة على الشاشة مباشرة وحساسيته عية جدا وآمن جدا جدا عموما سامسونج محترفة في الموضوع ده من زمان ودي حاجة مميزة جدا في الجهاز فكرة إنه وجهة الجهاز شاشة بالكامل مفيش فيها حاجة بتوعيق الرؤية غير كاملة السيلفي الصغيرة جدا اللي بتختفي بين التفاصيل أصلا مش بتحس بيها بتخلي مشاهدة الفيديو والجيمز على الجهاز مناسبة جدا فلو إنت من الناس اللي بتحب تشوف فيديو كتير على الجهاز أو تلعب جيمز الشاشة دي مناسبة لي جدا كمان الجهاز معزز بمعالج للجرافيق قوي هنتكلم عنه في الجزء الأخير من الفيديو ولكن بيخلي تجربة الجيمز على الجهاز كمان ممتازة جدا وكامرة السيلفي كمان بتختفي بين التفاصيل مش بتحس أصلا بوجودها في الجيمز الجهاز جاي ببطارية جيدة جدا 4000 ميلي أمبيل للساعة وبيشحن بسرعة بالشاحن اللي مرفق معاه في العلبة اللي قدرته 15 وقت بالنسبة ليه كاميرات الجهاز الأربعة اللي في الخلف عموما إحنا هنتكلم عن تفاصيل الأرقام بالضبط في الكاميرات اللي في الخلف في الآخر وهنشرح الرقم اللي هو بتاع فتحة العدسة اللي هو F على 2.0 ولكن اللي همنا دلوقتي إنه هما أربع كاميرات كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل وكاميرا تانية عريضة 12 ميجا بيكسل وكاميرا تالتة بتلتقط الصور القريبة 5 ميجا بيكسل وكاميرا ربعة بتلتقط الصور المعزولة اللي بتعزل الخلفية أو بتلتقط البرتريت مود كمان 5 ميجا بيكسل كاميرا السيلفي كمان كاميرا كبيرة 32 ميجا بيكسل دي صور حقيقية ملتقطة بكاميرات الجهاز المختلفة في ظروف إضاءة مختلفة بتبين قد إيه جودة الصورة بتاعة الكاميرا حتى للصور القريبة جدا دي في ظروف إضاءة مختلفة ودي صورة بالكاميرا الماكرو اللي بتلتقط صور من قريب جدا لو اكتفت بالجزء اللي فات تمام من أول هنا هنبتدي نتكلم عن تفاصيل التفاصيل الجهاز بيدعم شبكات Global System for Mobile شبكات الجيل الثاني والHigh Speed Protocol for Access شبكات الجيل الثالث والLong Term Evaluation شبكات الجيل الرابع الجهاز موجود في السوق ابتداء من 26 ديسمبر 2019 وزن الجهاز هو الوزن المتوسط 170 جرام مش هتحس أبدا إنه هو تقيل شوي عن المألوف هتحس إنه هو عادي جدا في إيدك من الأمام الجهاز زي ما قلنا من الزجاج بالكامل وباقي جسم الجهاز من البلاستيك المقوى الجهاز طبعا بيجي بيدعم شريحتين سيم كارد شاشة الجهاز من النوع السوبر أموليد دي حاجة جيدة جدا بمساحة 6.5 إنش بكسافة بيكسل 405 بيكسل بير إنش علشان تبقى فاهم رقم 405 في الأجهزة الغالية قوي زي النوت 10 بلاس بيجي بـ 530 بيكسل بير إنش والأجهزة الرخيصة قوي بيجي حوالي 270 أعتقد بيكسل بير إنش فالرقم ده هو رقم متوسط وجيد جدا لأنه بيوفر البطارية مش بيخلي الشاشة تستهلك كتير من البطارية وفي نفس الوقت بتكون الألوان غنية لدرجة جيدة الجهاز جاي بشاشة من الزجاج من نوع الجوريلا جلاس الإصدار 3 يعني أنا مش حابب قوي رقم إنه هو الإصدار 3 لأنه الأجهزة الغالية قوي بيجي بـ جوريلا جلاس الإصدار 6 والأجهزة المتوسطة بيجي بـ جوريلا جلاس الإصدار 5 فده يعني الإصدار 3 يعني كنت أحب إنه هما يقووا الزجاج أكتر من كده عموماً الزجاج مقاوم للخدوش والصدمات بس ما تتعشمش قوي وإنت بتستعمله فيفضل إنك تحط عليه سكرين بروتكتور أو سكرينة أو واقي الشاشة نظام التشغيل من نوع أندرويد الإصدار 10 جاي بوجهة سامسونج الجديدة اللي هي One User Interface الإصدار 2 معالج الجهاز جاي إجزينوس 909611 مبني بمعمارية 10 نانوميتر يعني إيه معمارية 10 نانوميتر؟ أولاً الرقم ده كل ما بيقل معناها إنه استهلاك المعالج من البطارية أقل يعني الرقم ده كل ما بيقل بيبقى أحسن طيب أقل رقم موجود في الأسواق حالياً هو 7 نانوميتر والأرقام العالية أوي 14 نانوميتر فالرقم ده 10 نانوميتر هو رقم متوسط ما بين الـ 14 والـ 7 يدي انطباعاً استهلاك المعالج من البطارية متوسط نسبياً المعالج ثماني الأنوية منهم من أربع أنوية بسرعة 2.3 جيجا هرتز وأربع أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز جاي كمان بمعالج للرسومات معالج جرافيك من نوع G72 وهو المعالج الأشهر في الأجهزة المتوسطة الجهاز ممكن تزود له مساحة الجهاز عن طريق كارت ذاكرة من نوع المايكرو اس دي لحد مساحة واحد تيرة والمميز أنه ليه مدخل مستقل في الجهاز يعني تستعمل مدخل تحط شريحة الذاكرة المايكرو اس دي وكمان يكون عندك شريحة سيم كارت أو شريحتين سيم كارت براختة مساحة الجهاز 128 جيجا بيرامات 6 جيجا رام أرقام جيدة جدا بالنسبة لسعر الجهاز كاميرات الجهاز الأربعة الكاميرا الأولى 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة F على 2.2 علشان تبقى فاهم موضوع فتحة العدسة هو الرقم F على 2.0 عفوا 2.0 مش 2.2 الرقم هو كسر F على 2.0 لما العدد اللي تحت ده بيقل معناها أنه القيمة كلها بتاعة العدد بتزيد يعني لو الرقم اللي تحت ده 1.0 معناها أنه فتحة العدسة أكبر طيب لما العدد اللي تحت ده بيقل معناها أنه فتحة العدسة أكبر وبالتالي معناها أنها بتقدر تلتقط إضاءة أكبر وبالتالي معناها صورة أوضح فالرقم اللي تحت ده كل ما بيقل معناها أنه الكاميرا أحسن علشان برضو تبقى فاهم الرقم ده كويس فالارقام اللي موجودة في السوق دلوقتي وصلة لF على 1.5 واحيانا كمان F على 1.4 يعني برضو فتحة العدسة نقدر نقول عليها متوسطة نسبيا ولكن بما ان الكاميرا بتلتقط 48 ميجا بيكسل فدي حاجة جيدة جدا وكمان بتلتقط صور عريضة الكاميرا التانية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.2 ودي كاميرا ألترا وايت بتلتقط الصور العريضة جدا علشان يعني للصور للمناظر الطبيعية اللي هي صور البانوراما الكاميرا التالتة 5 ميجا بيكسل كمان بفتحة عدسة F على 2.4 ودي كاميرا مخصوصة للصور الماكرو اللي هي الصور القريبة قوي زي صور قطرة المياه والوردة اللي بتكون بين فيها التفاصيل من قريب قوي الكاميرا الأخيرة الرابعة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.2 ودي كاميرا بتعتمد على Depth Sensor وده الكاميرا اللي بتلتقط صور البورتريت مود أو اللي بتعزل الخلفية أو اللي بتخلي الخلفية ضبابية والجسم اللي قدام الصورة واضح قوي اللي هي اسمها البورتريت مود فيه الايفون الكاميرا كمان فيها Flash LED وفيها وضع البانوراما اللي بيعتمد يعني بشكل كبير على الكاميرا التانية وفيها كمان وضع HDR اللي بيوازن توهج الإضاءة لو بتلتقط صورة فيها إضاءة متوهجة وإضاءة خافتة فده هو اللي بيوازن الإضاءة كاميرا الفيديو التصوير الفيديو في الجهاز بدقة 1080 بيكسل ب30 إطار في الثانية يعني مش حلوة لدرجة كبيرة نقدر نقول عليها متوسطة كاميرا السيلفي كبيرة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.2 كاميرا جيدة جدا كمان بتلتقط صور عريضة وفيها كمان وضع موازنة توهج الإضاءة اللي هو وضع HDR وبتصور فيديو بنفس دقة الكاميرا اللي في الخلف 1080 بيكسل ب30 إطار في الثانية الجهاز كمان فيه وضع اللاويت سبيكر والمميز انه فيه مدخل سماعة 3.5 ميلي جاك اللي بقت مش موجودة في أجهزة كتيرة جدا ولكن طبعا يعني أنا بفضل انها تكون موجودة لانها يعني تقليدية وموجودة في كل بيت فيعني جيد ان هي موجودة طيب الجهاز فيه وضع Active Noise Cancellation او اسمه Noise Canceller علشان تبقى فاهم ده بيشتغل ازاي انه الموبايل بيكون فيه مايكروفون في الاسفل ومايكروفون في الاعلى ولما انت بتتكلم الجهاز بيسمع صوتك من اكتر من مصدر من المايكروفونين وعن طريق الاجوريزم او عن طريق كود زكي بيقدر يلغي صوت الضوضاء اللي حواليك ويوصل صوتك للطرف التاني انقى ما يكون يعني دي طريقة العمل بتاعته انه هو بيلغي صوت الضوضاء اللي حواليك عن طريق وجود مايكروفونين ودي ميزة جيدة جدا وموجودة في الجهاز ده الواي فاي اللي في الجهاز بيضعم وضع Direct Wifi للاتصال المباشر بالاجهزة زي الطبعات والاسكانرز وغيره وفيه كمان وضع الهوتسبوت علشان تشارك باقة الانترنت من موبايلك البلوتوث اللي في الجهاز الاصدار خمسة من افضل الاصدارات والجي بي اس هو Advanced GPS وبيدعم البروفايلز والاوضاع المختلفة للجي بي اس فيه كمان وضع ال NFC اللي هي نير فيلد كومينيكيشن في الجهاز وده بيعتمد على السوق اللي انت بتشتريه منه ولكن في العموم هو موجود وانا مسجل فيديو طويل عن ال NFC واستخداماته الغير مقلوفة لو حاببت ترجع لقناتي وتدور عليك الراديو كمان في الجهاز موجود راديو FM ودي حاجة نادر لما نلاقيها حتى في الاجهزة الغالية قوي مش موجودة منفذ اليو سي بي اللي في الجهاز زي ما عرضناه من نوع Type C بالنسبة للسنسورز او المستشعرات او الحساسات اللي موجودة في الجهاز اهم حاجة طبعا هي بصمة الاصبع اللي موجودة خلف الشاشة مباشرة والاكسل روميتر ده المسؤول عن وضع التدوير التلقائي للشاشة لو انت انفعل وضع التدوير التلقائي للشاشة والجيرو او الجيروسكوب ده اللي بيعرف وضع الجهاز اذا كان افقي او رأسي او مائل والبروكسيمتي سنسور ده اللي بيكون جنب كاميرا السيلفي اللي بيقفل الشاشة لما حد يتصل بيك او انت تتصل بحد علشان خدك ما يرتطمش بالشاشة اثناء المكالمة ويدوس على حاجاته انت مش واخد بالك واخر حاجة هي الكمباس او البصلة بطارية الجهاز كبيرة نسبيا 4000 ميلي امبيل للساعة بتدعم الشحن السريع لحد قدرة 15 واط يعني رقم 15 واط ده رقم متوسط نسبيا لانه الارقام حاليا بقت وصلة لحد 50 واط في الاجهزة المتوسطة والغالية كمان فيعني عموما هو بيشحن شحن سريع دي كل حاجة عن الجهاز اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى تكونوا لقيت وفيه معلومة مفيدة ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة عربطون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة